المبنى مهجور وغير مكتمل هو ما سمي اصطلاحاً بمحلات رئيس الجمهورية خمسون محلاً بتجنانت لا تزال تراوح مكانها دون تهيئة ولا ربط بمختلف الشبكات بدوننا قرارات المنح وبقوا المحلات بدون بلا ما يكملوا التهيئة تعبرة لا سين يسمو ما يخدموش الأرضية تعبرة وما يخدموش ما ربطوش قنوات صرف المياه وما ربطوش الماء الماء اللي يستعملوه اللي هنا وما دخلوهم شتري سيتي المحلات تعرضت لسارقة والتخريب بعد الإهمال الذي طالها رغم منح الاستفادة لخمسين شبان كي لا أمنا كي نوالو والدليل هاو باين هاو القرحة سرقوا كلش قرحة عن نار سرقوا لبريز لو ما خلوه حتاشي وهو في الحالة يكسرع اللي يجي يطلع من فوق يسوطي ما كانش ضروف الأمنية ما كانش ما تسمحناش النوافذ راهي تكسرت كامل فيها حتى تعرضت هذه المحلات إلى السارقة من بين الناس المجرمين دخلوا لهنا المحلات ورهم سرقوا الوحاة تعليط فيو النار سرقوا اللي كونتور تعليسيتي نحاوهم خربوهم خلاص مشروع هملوه راح حق ذاك لازم يجيوا يخدموا له تهيئة البرة وتريسيتي ما يعودين يرجع المشروع استغلال المحلات مرهون باستكمال كافة الأشغال لتمكين خمسين شبان من اكتساب لقمة العيش اشتركوا في القناة